كامل يا شباب? هفي الاخر هيبقى انا عندي افترضت بقى خلاص ان القطاع بالنسبة لنا زي ما تشايف كده ان فوق في اه خرصانة شغالة تحت مفيش الخرصانة ففي اريا اس. بس انا افترضت ان القطاع ده ايه? مفيش في اريا اس داش. ومرة تانية هافترض ان القطاع ده في مين? اريا اس داش في منطقة الخرصانة. هلأ انا هشتغل على القطاع ده ان انا اجيب منه اه الاي كراكت. لا طبعا مش هشتغل عليه. وانا نفس كمية التسليح اللي موجودة عندي الى كمية خرصانة عن طريق ان انا قدي المكافئة لكمية التسليح دي بتساوي ان في مين في اريا اس. فانا امطل راح عاملها كخرصانة بالمنزر ده. اه ان طبعا الجزء اللي تحت لها يطور فراغ بالنسبة لنا فيها حيطة الخرصانة الصغيرة ان انا كفقتها عن طريق ضرورة تحديد التسليح في معامل عيارية. ده شباب بنسميه لكن ده بنسميه تمام? نفس الكلام هنا برضو موضوع الموضوع بس هنا يا بش مهندس هافترض ان دي تحول الى كمية التسليح. انا هنا افترضت ان دي اقل من عشان كده لما جاتت كفقت بحديد تسليح بخرصانة قلت ان اللي تحت دي تبقى كمية خرصانة بتاعتها كبيرة وال اللي فوق دي كمية خرصانة بتاعتها اقل شوية. تمام? حتى كمان باينة في مين في الشكل اللي قدامنا. هنا تحت انا مهم جميع الخرصانة اللي موجودة حولت تحديد التسليح الى خرصانة فقومت طرف ان. لكن فوق يا بش مهندس فيه اصلا خرصانة موجودة اساسا. فلما حول دي لكمية خرصانة هقول هنا الكلام ده مكتوب غلط. هقول هنا بش مهندس ان ناقص مين? ان ناقص واحد. يعني الكلام ده مكتوب غلط عندي هشيلو اقول هنا مين? ان ناقص واحد مضروب في الاريا اس داش. ان انا كان عندي كمية ان موجودة هنا يا بش مهندس شلت منها جزء للخرصانة هيبقى منها ان كبيرة ناقس جزء الخرصانة مضروف مين في الاريا اس داشت با ده بالنسبة لنا الاريا الكونكريت وينشيل بس الجملة اللي مكتوبة تحت دي. طيب انا هتكلم على بعض المصطلحات اللي موجودة عندي ان ده بالنسبة لهو بتاعت القطاع عملية وتاعتم ا supporters هتكلم على القطاع ده شمهاندس عند منطقة الحديد biggest اكون نبقى ده بالنسبة لنا اسمه كافر وما اتبقى منه يا بش موندس بنسمي العمق الفعال. اه في حاجة كده في الكود لما بتيكي تقرأ الكود هيو لك العمق الكلي العمق الكلي يقصد بيه مين? تي. لكن لما يقول لك العمق الفعال يقصد بيه يا بش موندس دي. وخلي Creameth ده مش كفرดه hello خرصاني. لا يا باش مهندس. ده القبر ده اللي بيستخدم في المعادلات والحسابات التصميمية. على سبيل المسال انا عندي ده قمر اهي. وده بالنسبة لنا عبارة وليكن عن كانة. الكيهة طبعا بيبقى لها مين? بيبقى لها بالمنظر ده. او بيبقى لها ديامتر وليكن تمانية ميلي مسلا. وده وليكن عندي آآ آآ سيخ تسليح وعندي سيخ تسليح. وليكن عندي هنا اللي هي التخيانة اللي بتتحط ما بين صفو في حديد التسليح. المقصود بكلمة هنا يا باش مهندس اللي هو من مركز الاسياخ اللي موجودة عندك. يعني مركز الصفين بتوى الحديد. ده بالنسبة انها هو المستخدم في مين? في معادلات التصميم الكتير اللي احنا بيبقى عارفينها. اللي بطرح منه عشان اجيب منها يا باش مهندس عشان اجيب لكن القبر التاني الغطاء الخرصاني بمعنى اصح اللي هو بنسميه لكم سي داش هو المسافة بين حافة القطاع اللي هو مكان الشدية الخشابية لحد بطنية مينة باش مهندس او لحد اول سيخ عندك يقابله اللي هو الكانة ده اللي بنسميها البسكوتة في ليه? في الموقع. فنخلي بالنا في التفرقة من ما تقولش ده قطاء خرصاني. ده اسمه للقطاع. تمام? طيب يا باش مهندس طبعا تحت مين اللي شغال? تحت الحديد هو اللي شغال. وفوق من اللي شغال. الخرصانة هي اللي شغالة. يبقى اي حاجة تحت حديد التسليح تعتبر مهمة لعشان كده دايما اللي انا اجا اشتغل على القطاع باشتغل على مين? على العمق الفعال لان اي حاجة تحت العمق الفعال ده ولكنها شايلة اي موجودة عندي. طيب باش مهندس الزد ده هو المقصود بي ان هو ارتفاع منطقة فوق مين? فوق النيوترال اكسز. طيب يا باش مهندس يبقى بالتالي من اول النيوترال اكسز حد بداء حد الكمية خرصانة اللي انا حولتها من حديد لخرصانة يبقى هنا في مين? ادي ناقص الزد. نفس الكلام تحتها يا باش مهندس هتلاقيه في الجنب اللي هنا لكن نتيجة لوجود اريا اس داش فانا افترضت ان الكابر اللي موجود فوقه الكابر التصميمي سميته داش وابقى اطرح منه العمق بتاع الزد اللي هو اللي هو هيبقى زد ناقص مين? ناقص يدي داش. كل المصطلحات دي هاستخدمها في حساب منها باش مهندس في حساب طيب عشان احسب ده يا باش مهندس دلوقتي في نظرية بنستخدمها ايه هي النظرية ده يا باش مهندس بنسميها عزوم المساحات لان عشان احسب هالتي موجودة اه طبعا التي موجودة البي موجودة البي موجودة الكابر ده بتفرضه على حسب هو صف واحد من الاسخ التسليح صفين تلات صفوف عن طريق التي كلية ناقص الكابر فبالتالي انت عندك كل بيانات معادة مين يا باش مهندس معادة لتزد لان انت حضبك مش عارف مكان مين اصلا مش عارف مكان محور التعادل ده فبيضطرع عشان اجيب محور التعادل في الاستراكشن انالزز بقود بناخد حاجة اسمها مساحات او عزوم المساحات يعني ايه اصلا كلمة عزوم باش مهندس في عندك حاجة اسمها العزوم العزوم ده اللي بتساوي اللود الحمل مضروب في مين مضروب في مسافة في زراعة عزم ازا ده بالنسبة انه هو عزوم ايه مهندس عزوم احمالي. لما تيجي تتكلم عن عزوم مساحات يبقى هتقول ان بتساوي مضروبة في زراع عزم في مسافة. فقال لك عشان نحسب الزد اللي هو ارتفاع عن بستخدم طريقة طبقا اسمها عزوم المساحات. طيب يا بش مهندس يعني ايه عزوم المساحات? ان انا اشوف مساحة عزم المساحة اللي فوق لازم تتزم مع عزم المساحة اللي موجودة تحت عشان يحصل اكوليبريا. عشان يحصل القطاع يبقى متزن يبقى مستقرة عندي يبقى فيه موجودة. طيب عايز طبق الكلام ده في الحالة الاوانية هي حالة الوزاوت اريا اس داش. بص كده يا بش مهندس هنقول ان مساحة القطاع فوق عبارة عنها عبارة عن البي في الزد صح والله لط صح جدا اللي هو عرض القطاع في ارتفاع ده. بس كده اعتبر جبت المساحة طبقا للسي جي بتاعها. فاضرب في مين? اضرب في المسافة بينها وبين. اني انا عايز اجيب العزوم عند مين بالزبط? عند تمام? يبقى هاضرب هنا يا بش مهندس في زد على اتنين. صح? اللي هو نصف المسافة دي يا بش مهندس. هساوي الكلام ده يا بش مهندس بالعزم اللي هيبقى ناتج عن المساحة اللي تحت. طب العزم اللي تحت اصلا مساحة اللي تحت عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هو الان مطروب في مطروب فيه طبعا المسافة من اول هنا الحد اللي هي الدي ناقص مين? الدي ناقص الزد. طيب المعادلة دي معلوم منها ايه? معلوم منها البيق عرض القطاع. معلوم منها الان من عشرة الخمستاشر. معلوم منها برضو مساحة التسليح اللي موجودة عندك. مع معلوم منها برضو. يبقى المجهول منها بشموندس الزد اقدر احصل على مين دلوقتي? على الزد. تعبقا نحسب ما يسمى بمين هابشما اندس بالطبقا اردкрitu. انا عاز اجيب ده بالنسبة لمحور التعادل او اي 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 عنرشة يتجيبها بالنسبة لا الان عاز اجيب العنرشة انا عزي انها حاولين محور مين حاولين محور فبالتالي هجيب عنرشة اللي خاصة بالقطاع من فوق واجيب عاو اللي خاصة من خصاص القطاع منت author. تعني اتكلم على خصاص القطاع من فوق فالخصص القطاع من فوق عبارة عن قطاع مستطيل جزء خرصانة عبارة عن بي في زد فبالتالي هقول البي في زد تكعيب على كام على الاتناشر بس الكلام ده بالنسبة للسجيل اللي موجودة في الايه في المستطيل اللي فوق اضرب في مينا باش مواندس هجمع اقول المساحة في الاكسنتريستي تربيع لا باش مواندس شنال انرشا من السجيل القطاع اللي في النص اللي فوق الى على مين على انرشا موجودة على فبضرب في مساحة في الاكسنتريستي فهبدأ اشيل بقى الكلام اللي موجود عندي لا باش مواندس واقولي ان المساحة بتاعت القطاع من فوق عبارة عن مين عبارة عن البي مضروبة في الزد واضرب في الاكسنتريستي اللي هي زد على الاتنين تربيع اجمع مين يا باش مواندس اجمع الانرشا النتيجة مين النتيجة من الحالية التسليحي اللي موجود تحت اللي انا حاولته الكمية خرصانة طيب هتقولي الانرشا بتاعت حالية التسليح دي عبارة اصلا عن باي في دي سكوير مقسومة على اربعة وستين. دي سكوير اللي هو قطر مين? قطر السيخ. كده جبت مساحة مينة بشوانس او كده جبت انرشية سيخ واحد. تمام? طيب يا بشوانس. هل انا بستخدم الكلام ده المهندسين او الدكاتر بتاعنا الكبار قال لك احنا بنهمل انرشية بتاعة الحديد للتسليح لان القطر ببقى بالملي وانت قاسم اصلا على اربعة وستين في رقم كبير. بناخد بس انتقال المساحة مضروبة في لحد فبقول له هنا المساحة اللي عندي عبارة عن آآ مضروف في بتاعتنا اللي هي دي نقص زد ايه تربية. لو انا حسبت الكلام ده بش مهندس الاقي ان القانون اللي عندي هنا اللي هو الموجود في النص عبارة عن تكعيب على اتنين. وهنا برضو نفس الترم تكعيب على الاتناشر. فلاقي ان الاتنين دول لما جمعهم مع بعض يديلي في الاخر تكعيب على تلاتة مجموعة على مين? مضروبة في الان آآ في الان في 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 دي مقص زد ايه مقص زد ايه تربيع. نعم? ده بالنسبة لنا القطاع اللي مفيش في حديد ضغط في منطقة الضغط اللي فوق. طب لو ما افترض ان في حديد ضغط فبالتالي ايه اللي هيختلف في معادلة آآ او العزوم المساحات ان انا في الجزء بتاع الخرصانة هنا هزود الترم. الترم ده بش مهندس هو جزء مين? جزء مضروبة في الزد ناقص مين? مضروبة في الزد ناقص يدي داشة. ونفس الكلام لما اجل اشرح هنا بش منطس اخد برضو تأسير مين ده? تأسير اللي هي تبقى عبارة عن ن ناقص واحد في مضروبة في تربيع اللي هي الزد ناقص ايه? ايه? ايه داشة تربيع. يبقى هنا في الحالة الاولية. علي ان الاريا ايه داشة ما كانتش موجودة فقطاع الاي كراك بيكان عبارة عن في الحالة التانية الاريا ايه داشة موجودة بش مهندس فيبقى عبارة عن. وده سبب مهم جدا هنشوفه كمان شوية ان الحديد التسليح اللي يعمل على زيادة مين? بيعمل على زيادة الانيرشيا. فبالتالي بيقاوم مينة بش مهندس بيقاوم؟ جدا مش مقتنعين بان حديد التسليح اللي موجود في منطقة الضغط بيساعد على تقليل لا بشمس بالمعادلات هتلاقي ان حديد التسليح اللي موجود في منطقة الضغط اصلا بيزود من انيرشية القطاع فبالتالي يعمل على تقليل اللي موجود وده بالمعادلات قدامنا هل بقى عندي القطاع بتاعي هيكون بس لا طبعا هل القطاع بتاعي هيكون لا طبعا لان القطاع استحالة ما يبقى فيش في شرخ واستحالة شرخ بالكامل اكيد هو الميت بين الاتنين